امبارح جاني تليفون من واحدة ست والله آلماً وأبكاني بتقول لي أقسم بالله وأنا أقسم بالله على صدق كلامي وأشهد الله على صدق كلامي وخلي بالكم اللي بيشهد ربنا على كلام كذب ببقى بارئة منه زمة الله ورسوله بتقول لي زوجي بيتهمني مع أخول لي مات ومطلوب مني أروح البشع علشان أبرهن على برأتي كان جوابي ما تروحيش وما تخطيش بقدمك لأنه كلام معلوش دليل لما تيجي تقول لي أنت حرامي أقولك الحرام بشيلته فين الشيلة بتاعتي مفيش يبقى بيني وبينك اتهام معلوش دليل والبينة على من ادعى إما أن حضرتك يكون عندك بينة وإما أنا بعد ما تبين البينة لو هي بينة فيها كلام وفيها ريبة وما فيهاش يقين يبقى يلزمني اليمين واليمين على من أنكر لكن لو كل واحد رايح البشعة خلي بالك حتى لو كان قصدك خير وقصدك تبرأ نفسك أو تبرأ أختك أو تبرأ بنتك اعرف أن انت رحت ورجعت وقد تركت دينك هناك وكفرت بالله وبرسول الله لأن سيدنا الحبيب اللي حكم مشانا مجرد أن انت تروح البشعة تتفرج فقد ذهب نصف دينك فإن جلست وطلعت لسانك وصدقت ما هذا تصديق إقرار فقد كفرت بما أنزل على محمد كما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم